السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباب وبنات الصف الثاني السنوي اهلا ومرحبا بكم يا رب جميعنا يولدكونا دايما بخير وفي احسن حياة طيب يا شباب مفروض ان احنا في الفيديو اللي قبل ده كنا حلينا اه تدرج الخواص لحد اسئلة الاختياري كلها وانا وقفنا عند السؤال تلاتة وتلاتين هنبتدي بقى ان شاء الله طبعا ده الدرس التان ده عبارة عن شابتر تو ده شابتر تو يا مستر لسون تو خلاص? تعالوا بقى نشوف يلا اول سؤال عندنا اللي هو معنا في خلاص? طيب يلا يا مستر ده طبعا كنا بنتكلم بقى على سواء كان سواء كان الالكترون اه افينيتي واخر حاجة طيب هنا يا مستر السؤال بيقول ايه? الو اتش بوند لينز ان الووتر موليكيول بكذا طيب هو مديني الو اتش بوند لينز بكمية عام? او بويند ناينتي سيكس انجسترو حلو والبوند لينز او في الاكسوجين موليكول او بويند او بكمية عام منها اللي وان بويند ثيرتي تو انجسترو حلو الكلام عايز انت ايه بقى بيقول كالكوليت الكوبيلانت ريديس عايز ايه ريديس او في الهايدروجين اتوم اقوله فانية بما ان ان انت مديني او او اذا انا اقدر اجيب الو او kon tie اس او في الو اと思ش حصل ولو ما عصلك حصل حصل ليه? هقول حو الو ريديس بتاع الاكسوجين اللي هو البوند لينز هو فاتش رو لما انعملها يا ولاذ هاتصل بكام يا مستر لما اناعملها يا والنيت هتطلع gun tie max حلو جدا برضو انجسترو طب انت كده جبت بتاعمين يا مستر جبت بتاع الاكسوجين انا عايز ايه انا عايز ال envolvalent radius للهايدروجين بس طيب ادي مالها مش دي عبارة عن radius بتاع الهايدروجين و radius بتاع الاكسوجين هتقول لي اه الاتنين مع بعض عاملين بوندلنز هتقول لي حصل يا مستر طب بص بقى عندك دي كلها دي كلها حلو طب وانت عايز تجيب الحتة دي. مش انت معك ريديوس الاكسوجين انت حسبته. او بوين سيكستي سيكس هتقول لي اه ازا ده كله بكزا. والجزء ده بين الرقم ده. يبقى اللي باقي هتقول لي هطرح ده من ده. سبتراكت ده من ده. بمعنى هتقول لي كده يا مستر. يبقى او بوينت ناينتي سيكس. ماينس ايه بقى? او بوينت سيكستي سيكس. طلع كام يا وله هتتقول ازان الريديوس بتاع هايدورجين هيطلع او بوينت سري ان brainstorm. فهمنا اللعبة بس كده لانهو عايز الريديوس هنا يبقى او بوينت سري يا انГستر انجستر لانهو عايز الريديوس مش عايز الايونيك واضح حسن يلا سؤالك اللي بعده حاجات بقى مساءة الريديوس دي سهلة جدا على فكرة. يلا تتملك الريديوس بتاع الكولورين يعني يه insultني يا مستر اف الكولورينييب هنا عن عندي الريديوس بتاع السيقال كام بالرقم ده. حلو الكلام. والبوند الانس في الامونيا موليكول. اه حضرتك لازم تبعارف الامونيا. دي معلومة رقمية هي يبقى ان بوند اتش. خلاص كده يبقى انه بوند ايه اتش. خب بالك الان بوند اتش البوند الانس بتاعتها بكام? طب البوند الانس هو في الهايدروجين كولورايد. يعني اتش سي ال. بكم يا مستر بالرقم ده. كده انت معك كل المعلومة. اللي عايزه? بيقول لك من اطول. هل البوند في الهايدروجين موليكول لوحده؟ يعني انا عايز هل الاتش الاتش هي الولنجر ولا البوند الناتش اناتش موليكولau. ايا وللانس فلاص يلا نحصل. ازاي نجيب الهايدروجين؟ هل معي هايدروجين مديني مباشرة لأ? ده مديني الش سي ال كبوند ومديني السي ال رايدروجين لوحده. خلاص? يبقى من خلال الاتمين دول. انا عارف هجيب الهايدروجين. ازاي يا زيimmer فقول clic تعال. ادي الاش سي ال. حلو الكلام? حلو كلام بكام? هتقول لي كله عظيم. لو انت عرفت ان بتاع الكولورايد لوحده اهو. ادي الكولورايد. يبقى اللي متبقية دي يقدي ايه? نفس الكلام بقى. يعني لا جديد يسكر. هتقول لي دي اول حاجة. هنعمل لها من الرقم ده. طلع كام يا مستر. يبقى نقول كده. ادي بتاع حلو. انا عايز ايه بقى بيقولك ايه? يبقى انا هقول بقى الهايدروجين اتش اتش موليكول ايكوال كام? يبقى تطلع او بوين سيكس انجسترو. خلاص دي البوند لنز بتاعت الايه? الهايدروجين موليكول. نفس اللي عملناه هنا. نروح نعمله في مين? في النايتروجين. طب يلا فين المعلومة اللي هتشتغل بها النايتروجين? انا عايز النايتروجين موليكول. مش انت عندك او. مش انا حسبت ال prolية متاحها جدته او او او. قدي الان بدأش مالها. الهايدروجين جبناه Coult? حلو الكلام? حلو الكلام. طب ده كله اللتي هتقولي. CBT الهايدروجين بس ما هو دهike هيدروجين وده نيتروجين اللي تمام مع بعض. اللي تمام مع بعض بوين. طب والهايدروجين أو بوينت سري ما طلع بكام 0.7 اذا الريدياس للنيتروجين بكام 0.7 انت عايز ريدياس ولي عايز بوند انا عايز بوند يبقى 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 0.7 طايمز كام يا مستر طلعت 1.4 يبقى 1.4 انجستروم خلاص هو عايز من اللونجر مما لا شك فيه اللي هو النيتروجين يا مستر النيتروجين موليكول بوند لينز هي اللونجر ذان بس كده هي دي فكرة السؤال والموضوع بسيط جدا هنا بقى جاب لنا تطبيقات كتير على موضوع البوند ايه على موضوع البوند لينز طيب يلا سؤالك اللي بعده افن الفولوينجتيبل يا مستر اه ان الفولوينجتيبل عايزك تحسب البوند لينز في الحالات دي هنا بيقول للاتوم او الايونز وهنا الريديوس دي كده ايونز ده كده اتوم اتوم ايونز اتوم اعرفت من هنا يا مستر اهو ده ايونز وده اتوم ليه مش الاتوم الايونز لا بيبقى بيبقى خلاص كده هو مدين الريديوس بتاع كل واحد اللي انت عايزه بيقول لي بقى هات كالكيوليت البوند لينز لي هنا سوديم ان اي بازيتب. هي ده السوديم كولورايد. يبقى هنجمع ايا مستر اتقول لي خلاص الفورملا ينت اوف السوديم كولورايد سي الل نيجتيب بانا اقول اكوال فين الان او بوينت نين تي ايت بلس فين اهي يبقى اللعبة يبقى اكوال كام يلا نجيب بتاعهم طلع يبقى خلاص طيب بص يبقى ده جزيء الهايدروجين كولورايد موليكول اه ده جزيء الهايدروجين كولورايد فده عبارة عن ايه ده كوفيلانت كومباوند الاتش سي ال ده كوفيلانت كومباوند خلاص كده يبقى انا هعمله هاجم على الح يبقى الح بكامي يا ميسدر بالس ب동في انتش خلاص هنعمل صمشها للاتنين يطلع الفي is aan the best of the العبه يبقى ده يا ميسدر ده ايونيك كومباوند وده كوفيلانت كومباوند لذلك في انا اخدت الح سي ال بتشير مع الح مع الجوب اللي ده كظيرو انما في الايونيك مع الجوب الانواف اللي في انها هي ده الكريكة اللي فيك. طيب. يلا سؤال لك اللي بعد. بيقول لك يعني تنازلين. انا كده هرتب من الاكبر للاقل. بيقول لك هنعمل ايه? اقول له تعالى. اول حاجة انا محتاج اعرف هو ترتيبهم ازاي? طب عشان تعرف ترتيبهم لازم حضرتك توزع. تعمل لكل واحد. خلاص? فلو جينا نوزع يا مستر هنلاقي ان الام جي تولب. نيون تن. سري اس تو. طيب. ويه السي ال? هادي السي ال سبنتين. نيون تن. سري اس تو. سري بي فايف. وادي الكالسيوم تويني. نيون تن. اه ارجون بق ارجون اي تين. بص بق. سري اس تو. اه. دول في نفس الجروب. يبقى نعمل كده. ادي الام جي. بعدين الكالسيوم. طب هنا سري اس سري بي. نفس البيريود ولا مش نفس البيريود ده تقولي اه نفس البيريود. يبقى هنا يا مستر هيكون سي ال سبنتين. هنا تولب. هنا الام جي تولب. كده الترتيب المزبوط في البريديكتيبل. يعني ده بعديه في نفس البيريود ده. وده بعده في نفس الجروب. واضح كده? واضح. السؤال ايه اللي بيحصل هو عايز الريديوس. في البيريود في الجروب. هتقولي في البيريود. طب في الجروب. واضح? واضح. يبقى مين اكبر حجم? هتقولي ده. مش كده بيكبر? اه يبقى ده اكبر حجم. يبقى الكالسيوم الاول. زين. مين اكبر منه? مين اكبر منه? مين اكبر حاجة? يبقى هو ده المزبوط. في هنا لعبة? لان كده يبقى ده اكبر حجم. وكده بيديكريز يبقى ده اقل حجم. وده في النص نبيه. خلاص كده يا ولاد? طب يلا. يبقى هنا الترتيب ايه هتقولي كده? كالسيوم ام جي سي ال. اللي بعده شايفين دول يا ولاد عبارة عن ايه مستر دي? الفولورين كولورين ايودين دي الهالوجين جروب. ايه اللي انا قلت? انا قلت عليها دي نبكز فيها صح كده? قلت لك تعمل ايه في الجروب دي? طيب. يبقى هنا ال ايه الكلام. هتقولي خلاص مش احنا عارفين انه هو عايز ايه? عايز ايه. اه عايز طب. مالها? مش احنا عارفين وانا نازل في الجروب صح ولا مسصح? صح يا مستر. يبقى وانا نازل كده يبقى مين اكبر اه اكبر 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 ايه يبقى ال اي دين ال بي ار دين ال سي ال زين ال اف. يبقى ايه? ده الترتيب المزبوط. خلاص? يبقى ال اي بي ار بعد كده سي ال بعد كده ال اف اخر حاجة. خلاص? ده كده مستر الترتيب الايه ده الترتيب المزبوط. طيب. تعال نشوف السؤال اللي بعده. يبقى ايه? بيقول ايه? بي نيجاتيف سري ياولاد. دي نيجاتيف ايه يا مستر? بي نيجاتيف سري. يعني واضح ليه? حضرتك لو وزعت الالكترونيك ديستريبيوشن. هتلاقي كده نيونتن. سري استو ياولاد. بعد كده مستر سري بي كام سري بي ثري. ازن البي ار بتال ياولاد عندي كم الكترون? هتقول لي مستر عندي سري الكترون. ازن ده يجين ولا يلوز? هتقول ليه يجين كم الكترون? وان تو سري. بقى ده الايونز بتاعه. لمن اللعبة? طيب? عايز ايه بقى? تعال نشوف. بيقولك انت هتختار من دول سري استيتمنت انت هتختار عدد منهم اللي بيوضح ما بين الاتم والاion. طب تعال نشوف. هل الاتومي كريديس فين الفوسفرس ده? الاتومي كريديس بتاعه زيان الايوني كريديس غلط. الكلام ده غلط. شمعنى? لان مش احنا اتفقنا ياولاد ان طالما هيجين الاتومي كريديس بيزيد. آه? وطالما بيلوز يبقى الاتومي كريديس بيدي كريز اه يا مسك. يبقى هل الجملة دي صح? يعني هل لما يكون هيجين الكترون? هل الاتومي كريديس بتاع الاتوم هيكون اعلى? لأ طبعا ده عندي الزي افكتة يحصل لها ايه? الزي افكتة هنا يا مستر هتقل جدا. فيحصل ايه للاتوميكليديوس? يزيت. يبقى الجملة دي غلط. هنا دي غلط. خلاص? طب هل الفوسفايد ايونز ما له? الفوسفايد ايونز. اه طبعا. بيحتوي على نمبر اكتر من الالكترو. ان الفوسفرس. تعال نشوف دي. اهو. ايه دي الفوسفرس يا مستر. ما لها? انا اعمل هلك هنا اهو. مش بيه اه. برا كام هتقول لي برا كام هتقول لي قد بعض او لا مش قد بعض قد بعض. طب بص لي بقى هنا فيها كام مش هيتغيره. وبص برا بقى زيد على اليوم تلاتة بقى عندي مين عنده اكتر هتخل للفوسفايد ايون مين عنده اقل هتقل للاتوم في هنت اللعبة يبقى ايه زن هال الفوسفايد ايون كونتين هير نمبر في الفوسفرس. حصل. يبقى دي كده مزبوطة. خلاص يبقى دينا هم نختارها. طب هل النمبر وفي الانيرجي لابلز. which are اكيبايد by الالكترونز. in the pot of them are equal. بس هو بيتكلم في الايه? عدد الانيرجي لابل. طب تعال نشوف. ده يا مستر لو جينا نوزعه مش احنا اقولنا نيون اه بعد النيون تين هتقول لي سري اس تو سري بي سري. طب هنا هيبقى سري اس تو سري بي سيكس. نفس النمبر وفي الانيرجي لابل بالزبط. ايوة نفس عدد الانيرجي لابل. بس هو عدد الالكترونات اللي اختلف. هنا ما كانش مكتمل. كان هنا بقى. انما انت دخلت في مستوى في ازيد او اجدد ما حصلش. فيمنا اللعبة. which mean ان الجملة دي كمان مزبوطة يا مستر? هو بيقول لي. يبقى نقول له نمبر سري. الكلام ده مزبوط وان مش هنختاره. ليه هو عايزني اختار الكلام المزبوط. فيمنا اللعبة? يلا بينا نشوف السؤال اللي بعد. صلى على النبي الاول. عليها انضر الصلاة والسلام. الاوبز التيبل بيوضح الاتوميك عند الايونيك رادي اوف السالفر عند الكالسيوم. سالفر اس كالسيوم سي اي. بعد السالفر يا مستر سيكستين وهو اتوم. وهنا ايونز. ايونز. اتوم. ده نفس الكلام اتوم. لينيوترال? هنا ايونز. الكلام بقى تعالى نشوف. بص هنا. طب احنا عارفين السالفر. لما بيجين الاتوميك رادي بيزيد. بص هنا كان 10. هنا بقى 10 زاد. طب بص هنا الكالسيوم. اه لما بيلوز. هتقالى الاتوميك راديس بيديكريز. حصل يا مستر. طيب. وين السالفايد ايونيك راديس؟ فين السالفايد ايونيك راديس؟ ده. خلاص ده هو. ما له. لارجرور زين الاتوميك راديس هو في السالفر. اه ليه بقى يا ولادي الاتوميك راديس بيبقى اكبر؟ رقم واحد. اللي النمبر اوف الالكترونز مالها. في السالفايد ايونز انكريز عن الاتومز. طب وده بيؤدي لايه؟ بيؤدي انه رقم واحد. الربالشان فورس بتوين الالكترونز بتزيد. الحاجة التانية اللي بيحصل لزي افكت بتديكريز. ده يؤدي لايه انكريز الاتوميك راديس. بهمنا اللعبة؟ يبقى سببين مع بعض. طيب. هنا بيقول لي يعني السالفايد اناين اكبر من الكالسيوم ايون. بالرغم من السيميلاريتي في الالكترونيك ايه؟ اقول لك تعالى ايه؟ هنا يا ولاد ده كاكتاينز اللي بيحصل هتقول لي اول ما بيلوز يا مستر الكترون. فالنمبر اوف البوزيتيف ايون بيكون اكبر واكتر من النمبر اوف النيجاتيف ايه؟ اللي هي الالكترونز. وبالتالي اللي بيحصل لزي افكت يا مستر هتقولي لزي افكت انكريز. وطالما لزي افكت انكريز يا ولاد يحصل ايه للأتوميك ريديوس هيقول لي بي دي كريز. كاينت اللعبة؟ يبقى هنا بي دي كريز. طب هنا بقى هنا شرحناها اقولنا ان النمبر اوف الالكترونز بيكون اكتر من النمبر اوف البروتون. متش مين ان اللي زي افكت بي دي كريز. والرقلشن بثوين الالكترونز بيحصلها ايه؟ بتانكريز. الكلام ده فين موجود بالنص؟ هجبه لك حالا. اهو ياولاد هنا في حالة مين يا مستر؟ هنا في حالة النون ميتالز. ا المتلز بصيلي كده اللي هو الانين بيكون اكبر من الاتوميك ريديوس ليه? عشان عدد الانين في الانين بيكون اعلى من النمبر او في البروتون يبقى عدد الالكترونز بيكون اكتر من البروتون وده معناه ان الربالتس فورس بيحصل لهم ايه? بتزيد. هل همنا اللعبة? يبقى الربالتس فورسة مصر ايه? هتزيد. خلاص? طيب. ما للنحية دي? هتقول اللي هو ان عدد ماله بيكون اقل من الاتوميك اه الريديوس بتاعه بيكون اقل من الاتوميك ايه? بتاع الاتوميش معنا عشان النمبر او في البروتون بيكون اعلى من عدد الالكترونيات وبالتالي الاتراكشن فورس اليالزي افكت بتزيد. يبقى الافكتف نيكلا ريتشارج حصل لها يا مستر ان كريز. هل همنا اللعبة? وبطالما زادت يبقى بالتالي زاد يبقى هيسحب لجوة ناحية النيكلاس يبقى اتوميك ريديوس يديكريز. واضحة كده يا ولاد? اكتب الالكترونيك كونفيجوريشن. اكوردينج طول الاف باو برينسيبال اف الالمنت ويتش از لوكيتد ان دا ثيرد بيريود. يعني ثيرد بيريود يا مستر. يعني اعلى برينسيبال كونتوم نومبر انا هوزعه هو الثري مش هعدي الثري مش هعديه. واضح? واضح. بمعنى حضرتك لو جلت وزعت ومعمل كده وان اس تو اس تو تو بي سي ري اس سي ري بي مش هتعدي دول. هنا بقى دول فيهم كم الالكترون هو هيجيب لي هنا بقية المعلومات. فهمت اللعبة ماشية ازاي? طب تعالى نكمل. بيقول لي اه 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 ان م объ indiant himed? مختلفة 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 مختلفةители. يعني هيه ا mahdollون مختلفة؟ مختلفة ذهب مختلفة من بعد شغيرة مختلفة ذهب معناه ايه؟ معناه ان انا مختلفة في ايه? وخلاص انا فقته اول ما هاجئ اف ايدي السادس هلاقي ان العالي ده معنا ان كان معاكا هتقول لي ليه? ما انت الفايف عادي يا بني انما بيقول لي ما بين الفايف والسيكس صح ولا مس صح هتقول لي اه ما بين الفايف يا مستر والسيكس ايه اللي هيحصل هتلاقي ان بو تنشي بقى ده ايه كان معاه طب بما ان هو عنده والالكترونيك كونفيجوريشن بتاع البي اني اس تو اني بي من وان تو سيكس صح ولا مس صح صح يبقى الاس هنا كام والبي هتقول لي هكمل ايه? الفايف اليكترون يبقى هنا يا مستر اه سيري الكترون عشان يبقى 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 بقى هيعمل ايه? هيلوز الاول دول بعد كده يلوز دول بعد كده هيوصل اللي هو اللي هو اللعبة هي دي كده الالكترونيك كونفيجوريشن بتاع المنتهى البساطة صح لك اللي بعد في الاكويشن في اين اهي اه ده كان ايه ده هتقول لي ده ده ايش معنى هو داخل وهو كان لوزنج قبل كده يبقى ده ساك مع الانرج يداني ايه عايزي يعني ايه الانرجي هنا يا ياولادي دي دي ايه دي يا مستر ايونيزيشن وتنشيل انرجي او خلاص يبقى دي ايونيزيشن وتنشيل انرجي او خلاص بس هنقلها له ازاي كنا نقوله كده ده مستر عبارة عن السكند ايه ايونيزيشن بوتينشيل يبقى ده السكند ايونيزيشن بوتينشيل فهمنا اللعبة طيب طالما طبعا طبعا ليه اقول لك تعالى مش حبيب قلبي كل ما بيلوز بتزيد اه وعدد ايوة طب راكتز معايا بقى عدد الكتروناتك ال والزي بالنسبة للالكترون زاد يحصل ايه لزي افكت هتقولي لزي افكت تاعلى اكتر طب طالما عالية اكتر يحصل ايه لاتراكشن فورس هتقولي هتزيد اكتر يحصل يقل اكتر يعني كل ما زادت كل ما زادت اللعبة يبقى دي كده اجابة السؤال التانية مستر طيب هنقوله ايه هنقوله كده ان الواي بوزيتي هي في الريديوس خلاص كده يبقى الواي بوزيتي هي في الريديوس اشمعنا هنقوله على ان الواي بوزيتيف تو الزي افكت بتاعتها هتكون هاير من الزي افكت بتاعت مين بتاعت الواي بوزيتيف وبكده نكون خلصنا السؤال ده طيب سؤالك اللي بعده يا مستر بيقول لي ايه بيقول لي زي سيمبوليك ايكوشن which represent الثيرد ايونيزيشن هو عايز نكتب له الثيرد ايونيزيشن اه الثيرد سيمبوليك ايكوشن طب يلا بينا هنجيبي التانيوم بس خد بالك ده الثيرد ده لما هو ثيرد يبقى تيتانيوم مالو بوزيتيف تو ليه ما هو بوزيتيف تو ده اللي هيحصل له الثيرد طب السكن دي يبقى بوزيتيف وان طب الفيرس دي بداخل زي ما هو بلاس اللي هو عيمتصه يا مستر هيتحاول مع الالكترون اللي حصل له خبه لك يا مستر ده في الجازيز استيت في الجازيز استيت وما تنساش نديل تقيتش عندي يا مستر هتكون دايما بوزيتيف لان ده اندو ثيرميك راكشن وبكده نكون كتبنا اللي هو عايزها زي الفول هنا بيقول لك ايبا ايو يا عمد What are the values required to calculate the change in el energy هو عايز values required to calculate the values يعني مين في دول ياولد اهه To calculate the change in the energy of the reaction اني هي راكشنة ها ها هاتي الان اي الان اي جاز والسي الجاز بيتحول هنا الان اي الوزيتيف ايون وهنا النيجتيف ايون من ده معنى ايه امسك الان اي الوحدة ياولاد هتقول لي يا مستر ده حصل له كلمة السر طب هنا هتقول لي ايه الحق ده جين خلاص يبقى الكترون ايه الكترون افنت يبقى هنا ايه انا محتاج للن ايه خلاص كده طب وهنا هتقول لي انا محتاج الشق التبقى الكترون اي هاء هنا وهنا الاني ايه شكرا هم دول يا مستر اللي انا محتاجه. واضحة اللعبة? طيب. يلا اللي بعده. الالامنت ام مالو. ماشي? اش معنا يا ولاد? الالامنت ام ده مالو يا مستر? بيكون لي ايونيزيشن مور زين لي لان يا مستر بيكون عندي وعندي وعندي ايه كمان? وعندي صح كده? صح بنفضل ليبقى فيه اكتر من انما في بيكون ايه العلاقة? بتقول لي يا مستر انا بيحصل عملية يعني ايه? هو بس يا اما هاجين واحد. هو واحد بس. انا بجين بس يا مستر. فهمنا اللعبة? خلاص يبقى بيكون فقط. انما في الايونيزيشن موتينشيال لا انا ممكن الوز الكترون واثنين وتلاتة واربعة على حسب الاتوم فيها كم ايه? فيها كم الكترون وانا عايز اوصلها لانهي بالزبط. فهمنا اللعبة كده? يبقى ده السبب اللي بيخلني فيه اكتر من بس ما فيش غير الكترون افينيتي ايه? الكترون عسينيتي واحد. اللي بعضو? بيقول لي ان الكروميوم ما لهم? هو عايز العدد الالكترون في كل واحد. اقول لك تعالك. اخب بالك يا مستر. بكز معي عندك اولا. وعندك سي ار او. افصل ايونز. ما تقول نيجة. حلو. هنا الكروميوم ميرو. مش انت عارف انه اه. طالما ده زي ده العدد هنا زي ده. مش هنا معنا ان ده كان كمان. ليه? عشان لما تيجي تكتب الكيميكا الفورمولا. كنت تقول لي هنا تو تو. اوفر تو فعل وان. اوفر تو فعل وان. يبقى سي ار او. فيهمت اللي عبقات ازاي? لذلك يبقى هنا ده كما تقول لي بوزتيف تو. وده نيجة فتو. يبقى الكروميوم بوزتيف تو. تعال هنا بقى. افصل ايونز. قل لي هنا دول كم سي ار تو يبقى سي ار بوزتيف. وهنا هتقول لي سري او نيجةف. بس مش انت عارف دايما ان الاكسوجين نيجةف تو ايا مستر. طب هنا الكروميوم هيبقى بوزتيف كام? هتقول لي ثواني. مش هنا لو ده تو. ده يبقى كام? لو انت عملت ده تو هيبقى سي ار او زي اللي قبلها. طب لو عملت ده وان هيبقى عبارة عن ايه? هيبقى عبارة لو هنا ده وان ما انت هتعمل هنا وان وهنا تو انا عايز بس تفاهمك تمشيها ازاي وفكر فيها ازاي? هتم عمل كروز يبقى هنا تو هنا ويبقى سي ار تو وده مش موجود. قبل سي ار تو اه... بس مش وان. الاسري. يبقى ازا ده كام? هتقول لي خلاص يبقى ده في cyt سري او. جرب كده هتقول لي هنا ثري. هنا تو. هعمل كروز هنا تو. هنا ثريبقى الكروميوم سي ار تو وال او او سري ازا خلاص كده انت انتثمنت ان الكاتيان هنا بوزتيف سري. هتليبقى المعلومتين دول. هنا سي كما تقولي وهنا كده خلاص فيهنا اللعبة. هو عايز يبقى عايز النمبر في الكروميوم العدد الالكترونات هنا قدي ايه? وعدد الالكترونات هنا قدي ايه? هقولك تعالى هو الكروميوم اصلا الاتوميك نمبر كام? مفروض وخب بالك هو والكبر والحالكين دول اللي فيهم انا قلت. طب يلا الكروميوم ماهي? هتقول لي مستر ارجون مالو اي تين فور اس وان سري دي فايف اب نورماليتي بقى انا عايز اكتبقى مركز ومصحصة. خلاص? يلا لوس تو الكترو انا هتقول لي هلوس وان من هنا وتو الكترو من هنا يبقى سري دي فيها كام فيها فور يا مستر وده مش موجود اصلا. طب يلا الكروميوم بقى التاني هنا ده كروميوم بوزيتف تو. طب هنا الكروميوم بوزيتف سري. ايه الكلام هتقول لي نفس الكصة ارجون اي تين? فور اس هيبقى زيرو. السري دي هشيل كمان واحد من الفور يبقى سري. ليه? هو الجنرال ان هنا وان وهنا فايف. طب يلا هتلوس تو في الاول هتقول لي هشيل دا واحد من دا يبقى فوق. طب هتلوس بقى سري بقى هتقول لي هشيل واحد من دا واتنين من دا يبقى سري. فهمت اللعبة كده? يبقى هو ده الايه? عدد الالكترونز هنا كام يا ولاد? هتقول لي ارجون اي تين مع سري الالكترون يبقى كام? هتقول لي يا مستر اي تين وسري بقى تويني وان. طب اللي قبله يبقى. يبقى. فهمنا اللعبة? خلاص? ده كده عدد الالكترونز. يبقى احنا كده جوابنا على اول سؤال. اللي بعده? وهو بيقول لك انه هو انجزات الاتوميت نمبر في الكروميان كزا يعني الرجل عامل معك واجب اهو. خلاص? طيب اللي بعده بقى هل في السي ار ولا في السي ار او سري هنا دي كل ما زاد عدد كل ما زاد وكل ما قل هو عايز انهي بوند اطول يبقى الاولانية عشان عدد فيها اقل فالزي افت فيها اقل يا مستطر. خلاص? هنقول للونجر دان بتاع مين? بتاع الكروميام سري اوكسايد عشان هنا اقل من النمبر افتشارج هنا ويتش ميني ان لزي افتش اقل من لزي افتش فالاتوميت ريديس بيكون اكبر هنا لعبة لو فيه امتاع تعرف تتكلم باي طريقة اما حاجة تبقى فاهم ان شاء الله تعرف تتعبر طيب اللي بعده بيقول ايه? مش بالتركيب عايز ايه؟ اقول لك تعالى اولا مين اكبر ايون احنا جروب فولورين بعد كده كولورين بورومين فاذا وانا نزل كده الاتوميك ريديس بيينكريز يبقى كده في الجروب الاتوميك ريديس بيزيد صح او لا مصح? صح. ازا البرومين اكبر من الفولورين ده مما لا شك فيه يبقى البي ار اكبر من الاف طب نقارن الاتنين ببعض هل البي ار اكبر في الريديس ولا البي ار نيجاتيف هتقول لي النيجاتيف ليه؟ عشان النامبر في الالكترون زادت فالريبالشن زادت والزي افكت قلت فالاتوميك ريديس بيكون اكبر ازا يا مستر اكبر حاجة خالص بي ار نيجاتيف اللي قال لي منها البي ار اللي قال لي منها الفولورين هو ده كده يا مستر المزبور طبعا تهمنا اللعبة خلاص يبقى دي كده القصة بتاعتك ضمن بتاعة البساطة طيب عايز حاجة تانية هنا في السؤال ده خلاص هو عايز من جهة خلاص 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 يقول لك ايه يقول مستر الفولورين! دي بسير دانا معي الكلام ده ماله انا عايز من في دول يا وليد اللارجيست ريديس اكيد مما لا شك فيه اول واحد خالص يعلم لان احنا عارفين الاتوميك ريديس كده بي دي كريز وكده بي انكريز والجروب الاولاني اللي هو الجروب وان اي ما ده كده وان اي وده تو اي خلاص وده ثري فور فايف سيكس سبن وهنا زيرو وهنا ده ثري اي فور اي فايف اي سيكس اي سبن اي زيرو يلا بالمرة عشان دي نبقى جهزين لو جيس عال فيها يعني حلو الكلام حلو الكلام يبقى مين يا ولاد هتقول لي مما لا شك فيها مستر البي يلا عايزين بقى ان الجروب تو ايه قبالك ايه بيحصل له ايه هتقول لي مستر في الجروب طيب ده معنى ايه يا مستر ده معنى ان انا عايز اقل يبقى انا عايز حاجة هتلوز بصراحة يبقى انا عايز اكبر فاهمت اللعبة مين اكبر في الجروب هتقول لي كل ما بنزل في الجروب ايه ايه يبقى ايه ايه يا مستر دي هي اكبر انا عايز اكتمشي بالترتيب هو عايز ايه اقلق يعني ايه 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 يعني ايه يعني ايه يعني ايه طب كل ما يكون سهل بيكون امتى بيكون ايه كبير يا مستر في ايه اللعبة كده واضحة تمان طيب تعال نشوف السؤال لبعده عايزيني مين اعلى على الاطلاق هتقول لي يا مستر الفلورين طب الفلورين ما كانه فين في الفريد التانية اخر هنا قبلك ده ده لانه احتجازة انا قلت لك رقم عشان كده خلاص يبقى اخر اللي هو مين يا ولاد اللي هو ده لكده المكان بتعالقيه خلاص يبقى هنا يا مستر نقول له ايه ادي السنة واحدة يلا لبعده بيقول لي بقى ايه احنا قلنا هزه الايست الايكترو نيجاتيبتي قلنا خلاص هيكون مين هتكون الكي هو اعلى الالكترو نيجه ايه 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 انا قلنا الاي لان الكي ده انا ارتجاز قلنا الاي هو الاعلى ايه اللي هو مكان المين مكان الفلورين يا مستر حلو الكلام بيكون يعني ايه مستر بيكون معناه يا ولاد ان هو هيكون جدا فمشي عايز يعني مين اكتر حاجة هتقولي الانورت جازل هو مين الكيه يبقى الكيه طب مين اللي عنده انا قلت يا ولاد طالما ارجع خطة تقولي مين الزيرو جروب اهو يبقى الكيه طب انا عايز يبقى الجروب ايه طب انا عايز يبقى اوريكتر ايه طب ايها طب البروته اي فهمت اللي لقى بقى? يالا يمعلم اخر حاجة بقى مين اللي عنده الاكترون ا тобت اعلي من الجيه يبقى انا عايز حاجة ما عنده في نفس البيريود انا عايز ايه يا مستر عايز حاجة معايه في نفس البيريود مالها يكون لها الاكترون اتب تعالى فكرك بصبي الفني و ايه يا؟ كل ما كان الجنينج سهständ كل ما كان الالكترون آثينيتي اكبر كل ما كان الجنين صعب كل ما كان الالكترون آثينيتي اقل هيك تباك الهم متlenM diedwa appel انا عايزين دلوقتي ايه؟ higher electronic affinity وانا عايزه اعلى من الج، خلال مش ده الجي، ايه يعني عايز حاجة الجنينج بتاعها اسهل مين يا مصدر getndeきたagit trap as هم بتقول انت عايز حاجة بتاعها اسهل الالكترون آثينيتي اعلى كذلي اه يبقى مين? احنا خدنا دلوقتي عندنا الجي والاي والواي. فصة اللي هنا دي كده كلها اه مالهة. فيها كلام كتير. كان فيها في الالكترون افينيتي. وهو سؤاله في الحتة بتاعت الالكترون افينيتي. طب يا مستر احنا لو بنتتكلم في الطبيعي او في النورمال. ان الالكترون افينيتي كده في البيوت افينيتي وفي الجروب دي كريز. صح ولا مش صح صح. بس الالكترون افينيتي قلنا ان الكولورين كان رج sufficiently 8. صح وله أنا غلطانة تقول لي اه والفورين كان اعلى من ايه من اللي قبله الاكسوجين فينvisor الكلام ده تعالي ورغه لك بس هي دي الجزئيات بتاعة الاب نور مليكي بصلي كده اكس ايه مش هو دة هنا ادي الاكسوجين والحلورين اه بص رواني علي ادي ους دمстве هنا فين ادي الجي والآي مركز معي ادي الجي والآي ودي الكولولين الواي وادي الكولولين الواي كده اتخيلت اللعبة في انت اللعبة اه يتزيد اه يبقى الفواقرين اعلى من الاكسوجين صح ولا مس صح? صح. هو بيقول لك انا عايز الاعلى من الجي. بص الجي هو مدهلك فين? ما كان الاكسوجين بالزبط. واضح كده معك? اه. طب يلا بقى انكمل. ادي يا مستر هنا هو. ادي الفلورين اعلى من الاكسوجين. بس مشان اعرف ان الكولورين اعلى مني. عشان هنا بيحصل يعني هنا بيكون فيه من الاين انما هنا بيكون بيكون بكام بس. فهمت اللعبة? طب ويتش مين ايه بقى يا مستر? اتقول لي خلاص. يبا احنا كده فهمنا ان الواي اعلى من الجي وكمان الاي اعلى من الجي بقى مستر الواي والاي وبكده نكون خلاص بفضل الله خلصنا حل الاسئلة بتاعتك للليسون ده كله. نعمل شكرا مشاهدة.